ايسام ايسام بوسينا يرجع بيان لكل صالح الطهر تعود من جديد عن طريق المدفع جونيور جونيور الكامل الفريقيين من جلو الصور للشبك الكورة عبابية باتجاه صالح الطهر صالح الطهر يدخل جونيور جونيور يدخل في هذه كورة رفيق صورمان سنتقل بعض الاسماء السابقة لنادي رفيق صورمان جونيور جونيور مصور يلعب كورة طويلة مصور ترجع برأسية عن طريق جونيور جونيور يتابع من يتابع هو المتابع خالد مجي خالد مجي يروغ يوزع خالد مجي يوزع جونيور خالد مجي في مرة أولى ولا بعد اول او كورة ملعب اشتاوي اشتاوي يوزع العرضية والمتابعة طالح له لمحاولات جادة بلعم بلعم يوزع بلعم والجونيور جونيور يلحد جابريل كاكي قدم جبريل جابريل كاكي فضل تبريل فضل تبريل والجونيور جونيور امام مع تنسل قطوية علي نقلات لعبي فريق فرفيق مرة تانية جونيور في هذه كورة لعب الكاملون يتطول الكورة بالفعل كورة تطول اللي تجد اللعب محمد اشتاوي اقرب لهذه الكورة تنتظر اكيد متعة كورة تتقدم الاهدافة الغايبة اللي غايبة الى حد الان في هذه المباراة قلت في اربع تشل اللقاء لخي ضرب حرة وخطى لصالح محمد الغنو دي كورة سريعة محاولة باتجاه خالد مجي لكن تعود على تلك جونيور جونيور باتجاه محمد عياد يابريل ينسى ليا دا الحالس حالس محمد نشوش عند مفز وكان الفضل لعب كورة طويلة كورة امامية طويلة صراحة طهري تابع ترجع من جونيور الجونيور يعود بيه الهريش اول لبس ليا لزكريا الهريش كورة امامية سهلة عند المدافع الجونيور جونيور طويل علي طويل البتجاه جونيور جونيور يلعب كورة امامية كورة بيتجاه محمد عكاشة للزكريا الهريش العكاشة يلعب كورة امامية تعود من جديد ترجع الفزاني الفزاني جونيور جونيور ليه محمد الفزاني وما زال هدف بسنينة هو البقي والحاضر الى حد الان كورة تعود من جديد ملعوبة بيتجاه محمد نصر محمد نصر ليه جونيور جونيور هنا من ملعب مدينة صبراتة في حد لقاءات الجولة الحادي عشر السبوع الاخير طلحة والدفاع تأمين هذه الكورة عن طريق اللعب محمد نصر بالفعل يغطي بكل بتاع اللعب يتابع المتابعة ما تنزل في مرة اولى زكريا الهريش في مرة تانية يوصل للكورة جونيور يوصلها يقبل زكريا الهريش خطري صالحة جونيور اشتركوا في القناة